ومتابعة لهذا الموضوع وترشح نائبة الرئيس كامالة هاريس للرئاسيات المقبلة معنا مباشرة أساذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجده خالد شيات أستاذ خالد صباح الخير صباح النور خيري محظم يبدو أن كامالة هاريس ستكون المنافسة لدونالد ترامب في الرئاسيات المقبلة برأيكم ما هي الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن استخدامها لتعزيز صورة كامالة هاريس كبديل قوي لجو بايدن في الانتخابات المقبلة لداية أنا أعتقد أن كامالة هاريس الآن هي مرشحة قوية جدا لأنحزيز ديمقراطي ولكنها ليست المرشحة الوحيدة على كل حال يبقى دائما هناك مجال للتنافس وإن كان مجالا يضيق أكثر أو يتفع أكثر لصالح كامالة هاريس ولكن يبدو أن الأمر لم يحسن بعد ولكن على كل حال إذا افترضنا أنها هي التي ستكون على كل حال هي الأوفر حضا لحد الآن حسب المعطيات نعم سيكون ذلك صعبا في كل حال أنا أعتقد أن الأمر ليس فقط بالنسبة لكامالة هاريس ولكن أيضا لتنحي بايدن الذي يمكن أن نصفه بأنه تنحي متأخر جدا الثلاث أشهر تقريبا ونصر التي هي متوقعة اليوم للانتخابات الرئاسية الأمريكية هي حطرة يعني يصعب فيها أن تكون هناك فيها رؤى واضحة في النسبة لكامالة هاريس والإحزاء الديمقراطي خاصة أن هذا الأمر يعني أتي بعد أن كانت كامالة هاريس نفسها تدعي أو تقول أن الرئيس بايدن الرئيس الحالي له كافة السلاحيات والقدرات لكي يستمر في منصب الرئاسة لأربع سنوات أخرى بمعنى أن رؤيتها هذه كانت رؤية كافرة أو غير موضوعية والثالث هذا الأمر الأول ولكن على مستويات أخرى لا نسابع أن كامالة هاريس على مستوى التجارب السياسية وفي الحزب الديمقراطي وأيضا يبدو أن لديها القدرات السياسية والتواصلية التي على الأقل لم تكن متوفرة لتواصل في المراحل الحالية أو السابقة التي خطرت خاصة المناظرة التلفازية الأولى بينه وبين ترامب وهذه الأمور أعتقد أنها في صالحها أيضا في مستوى آخر دبعا الخطاب الديمقراطي المتكز على الأسس المرتبطة بالحريات الأساسية التي تتناقض الجوهرين ربما مع برنامج ترامب وحتى يعني أستاذ خالد حتى في أول خطاب لها أمام مناصريها وعدت هاريس بالفوز أمام ترامب في الرئاسية المقبلة يعني كيف يمكن أن تحقق ذلك على أرض الواقع وأن تترجم هذه الثقة على أرض الواقع أنا أعتقد أن كاميرا هاريس بإداءة ترشحة للرياسيات وكانت طبعا هي المرشحة الأوفر أعتقد أن ذلك يعني أن هناك ربما تصاعد أكبر أو تفادي الهديما النكراء للحزب الديمقراطي التي كانت تكون مدوية أعتقد في حالة بيضن هذه الحالة ربما تجاوز الآن حزب الديمقراطي ولكن إلى أي مدى سيكون ذلك كافيا لكي تفوز بالانتخابات هذا أمر لا أعتقد أنها تستطيع أن تحسيم فيه ولكن أي مرشح كيفما كان سيكون ديمقراطي أو جمهوري أو باقي المرشحة الآخر سيقول أنه ولد سيفوز الانتخابات وجاء لكي يفوز الانتخابات وستضع برنامجا مكتفا على مستوى الولايات وتستضع برنامجا مكتفا على مستوى البرامج ويكون من الضروري جدا من نسبة إليها أن توضح الشخصية التي تبين كما لها مقارنة مع جو بيضن أو مع باقي الرؤساء الأمريكي الآخر وبالتالي فهي ستكون في موصف يعني هذه الثلاثة أشهر ونصف كما قلت ستكون حاسمة بالنسبة إليها طبعا إما برفع قيمتها وأسهمها فيما يتعلق بالانتخابات أو تراجع هذه الأسهم وتذلك في كثير الانتخابات طيب الآن أستاذ خالد كيف يمكن لهاريس أن تتعامل مع القاعدة الجماهيرية القوية والمخلصة لدونالد ترامب وكيف يمكن أن تقوم بإقناع البعض منهم في تغيير ولائهم والتصويت لها أنا أعتقد أن هناك على الأقل حاجزين حاجز أول هو ما حقق ترامب من خلال الحملة المتواترة والقوية جدا والتي استمرت لأشهر اليوم من ناحية ثم العامل الثاني هو المحاولة للخيال والسبق الذي أعطاه له خاصة عند تعاملي مع هذا الحدث وكيف ترد رد فعليه والتعاطف الكبير الذي حازه من فئات عريضة من الشعب الأمريكي لأن هذه الانتخابات هي موجهة بشكل كبير بالنسبة للحزبين في فئات عمرية معينة وبالتالفة يعني الديمقراطين يحاولون نائما أن يكون هناك كسب أكبر للأصوات الشابة أو الطامحة أو الهويات أو الأصحاب الهويات المختلفة غير الأمريكية لشيء النقوة الأصلية وغير ذلك من الأمور وبالتالفة هذه الأمور ستكون حاسمة جدا لكن أعتقد أن يمكن أن تكون هناك تحول كبير جدا من خلال ما يمكن أن نسميه بشخصية كامالا هاريس السياسية أو الهوية السياسية التي يمكن تعطيها مقابلة مقابلة ما يقدمه دونالد ترامب الذي يميل أكثر نحو شعبوية كبيرة نحو خطاب واضح نحو خطاب مستوى من طرف فئات كثيرة خاصة فئة الشباب التي هي فئة عريضة تصوي دائما للديمقراطيين أو في أغلبها للديمقراطيين وهذه الأمور أعتقد أنها تكون حاسمة جدا ولا الموادية نعم الموادية الهجرة أيضا الموضوع الهجرة الذي تم تكليفه بها من طرف بيضان مثلا لم تكن فيها نجاح كبير بالنسبة لكامالا هاريس يعني هذه الأمور يعني الهجرة من نفس الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيين مثلا مهمة ليس فقط يعني لا يهتمون ربما بالسيئة الخارجية ولا يهتمون بما يقع في غزة وكما يهتم باقي الأشياء بالأخرى ولكن نسة إليها قضايا جوارية من قبيل مثلا الهجرة من قبيل الحرية الأساسية حرية المرأة حرية الإجراض وغير ذلك هذه المواضيع لا تنصبت فقط بما يسميها الحرية ولكن أيضا بهوية متناقلة الآن داخلية المستحدة هوية الحفظ المهوري اليمينية أو الهوية أو المحافظة مقابل هذه الأشياء إذن هذه الأمور ستلعب يعني دور كبير جدا هي ستكون أقل تمسكا بالنفات التي ربما ستكون هي أساس الحملة الانتخابي الحزب الديمقرية في ظروف عادية لأنها ستكون في حاجة إلى أصوات كبيرة كثيرة جدا وكبيرة جدا والمرحلة المقبلة ستكشف لنا يعني معالم الحملة الانتخابية لكمال هاريس ومدى نجعتها أيضا شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجده خالد شيات شكرا على كل هذه التوضيحات ترجمة نانسي قنقر